لا تختلف الأوضاع في العراق كثيراً عن غيرها من الدول التي ثارت شعوبها ضد الفاسدين الذين أفقروها ونهبوا خيراتها فعندما يثور الشعب ضد ظالميه تكون أمام الحكام خيارات محدودة فإما مواجهة المتظاهرين السلميين بقوة النار إخماداً للثورة في نفوسهم وإما التراجع أمام الغضب الشعبي والاعتراف بحق الناس في التظاهر وإطلاق الوعود بتلبية مطالبهم أو ربما تخلط السلطة بين الخيارين وهو ما لاجأت إليه حكومة عادل عبد المهدي في العراق فبينما تفتك الآلة الأمنية بالمتظاهرين السلميين مخلفة حتى فجر السبت أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحة ناهيك عن أعداد غير معروفة من المعتقلين يخرج رئيس الوزراء عبد المهدي ليطلق الوعود للعراقيين بتحقيق مطالبهم ولدينا مشروع سنقدمه خلال الفترة القصيرة القادمة إلى مجلس الوزراء لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلاً كافياً بحيث نوفر حداً أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة غير أن المتظاهرين في شوارع العراق لم يقنعهم ذلك الحديث الحكومي الذي لم ينس تحذيرهم من الانزلاق إلى ما وصفه بتدمير الدولة وكأن تظاهرات المظلومين وليس فساد ظالميهم هو ما سيهدم الدولة ويعيد العراق إلى الوراء بحسب ما قاله عبد المهدي المتظاهرون من جهتهم رفضوا دعوة أطلقها رئيس البرلمان للتفاوض مع الحكومة وعرض مطالبهم وأكدوا عدم التنازل عن إسقاط وتغيير هذه الطغمة الفاسدة التي أتت على الأخضر واليابس في العراق وعلى الرغم من إغلاق قوات الشرطة أغلب الشوارع الرئيسة والفرعية بالكتل الإسمنتية والآليات المدرعة وتحويلها مناطق واستبغداد إلى ما يشبه ساحة حرب إلا أن المتظاهرين بدوا أكثر إصراراً على مواصلة الاحتجاج حتى إسقاط الحكومة والبرلمان وتأسيس عملية سياسية حقيقية ترعى مصالح العراقيين وتحقق طموحاتهم المشروعة وتعيد للعراق هويته العربية